وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى ما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة كرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة وأكد جلالته خلال لقائه رئيسة وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقيب الصحفيين في قصر الحسينية أن مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب أن لا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة مشيرا جلالته إلى أن المملكة ستشهد العام القادم انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة بالرغم من التشكيك بذلك من قبل بعض الفئات من جهتهم أكد أعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان على أهمية حماية حقوق المجتمع وحقوق الأفراد من خلال ضبط الفضاء الإلكتروني وضمان عدم استغلال حرية التعبير للاعتداء على الآخرين بدوره قال نقيب الصحفيين ركان السعيدة أن النقابة تدعم حرية الرأي القائمة على حقائق وليس على إشاعات وأكاذيبة تروجه بعض الأجندات وبالمقابل لا يمكن لها ولا لأي جهة أن تدعم أو تؤيد اغتيال الشخصية والمسة برمزية الدولة أو مؤسساتها أو أفرادها ولا يمكن أن تقبل بالافتراء والشتائم والإساءة تحت أي ظرف من الظروف أنا تبعت النقاش عن قانون الجرائم الإلكترونية وحبيت أكد أن مكافحة هذه الجرائم ليس لازم تكون على حساب حق الأدريين في التعبير عن رأيهم واتقادات سياسات العامة أنتم عارفين أن الأردن ليست دولة تعصفية ولن تكون أبدا وتاريخنا يشهد على ذلك ولكن أظن كنا متفقين على ضرورة مواجهة الإساءات التي تخالف الأخلاق والقانون على وسائل التواصل الاجتماعي بالنتيجة التطبيق سيكون العامل الحاسم في الحكم على القانون وبالتعاون مع الجميع مراجعة بعض منوده كما هو الحال في باقي التشريعات